في المكان والزمان المناسبين، إسرائيل ستتلقى رداً قاسياً على اختيال هني في تهران. كلام لقائد الحرس الثوري الإيراني إحسين سليمي. اللافت أن هذا الكلام يتناقض مع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي بدت لهجته أكثر ديبلوماسية، بتأكيده أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها الوطني وسيادتها، وأنها لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وقد بذلت كل جهودها لوقف آلة الحرب الإسرائيلية واستعادة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الكيان الصهيوني الذي استجاب سلباً للجهود عرض الأمن في المنطقة للخطر. وتحسباً لأي سيناريو محتمل عقب التهديدات المستمرة من إيران بمهاجمة إسرائيل، أصدرت تهران إشعاراً للطيارين وسلطات طياران لتجنب مجالها الجوي. في هذه الأثناء بدت إسرائيل في حال استنفار شامل تحسباً لضربة إيرانية محتملة. وبحسب تقارير أعلامية إسرائيلية، فأن نطاق الضربة الإيرانية قد يكون أوسع من استهداف إسرائيل في نيسان الماضي. وذكرت وسائل إعلام أن إسرائيل قد تدرس توجيه ضربة استباقية لردع إيران، إذا اكتشفت أدلة قاطعة على أن تهران تستعد لشن هجوم. وذلك بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مع رؤساء الأجهزة الأمنية في تل أبيب. ترجمة نانسي قنقر